بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذابا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجابا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرادا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذابا أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهابا أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسبابا جند ما هنالك مهزوم من الأحزابا كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثرعون ذو الأوتادا وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزابا إن كل إلا كذب الرسل فحق عقابا وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواقا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحسابا اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوابا إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراقا والطير محشورة كل له أوابا وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطابا وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحرابا إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفل ليها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنابا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآبا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحسابا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أوابا إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيادا فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجابا ردوها علي فاطفق مسحا بالسوق والأعناقا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنابا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهابا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصابا والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفادا هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حسابا وإن له عندنا لزلفا وحسن مآبا واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذابا أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرابا ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا رحمة منا وذكرى لأولي الألبابا وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أوابا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآبا جنات عدن مفتحة لهم الأبوابا متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشرابا وعندهم قاصرات الطرف أترابا هذا ما توعدون ليوم الحسابا إن هذا لرزقنا ما له من نفادا هذا وإن للطاغين لشر مآبا جهنم يصلونها فبئس المهادا هذا فليذوقوه حميم وغساقا وآخر من شكله أزواجا هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبيس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين أمم أمم أمم